وعلى هامش عمال الجماعية العامة حضر رئيس عبد الفتاح السيسي عشاء عمل نضمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي في نيويورك وقد وصار حسفير على يوسف المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن بيتر شانسكي رئيس المجلس رحب في مستهل عشاء العمل بالرئيس السيسي مشيدا بالتنمية الحالية في مصر والقرارات الاقتصادية الجادة والحاسمة التي تم اتخاذها وقد أكد على عزم مجلس الأعمال للتفاهم الدولي لدعم التعاود الاقتصادي فيما بين البلدين في مختلف المجالات ولتعزيز الانشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر